الثمنة بتوقيت القهرة السادسة بتوقيت جرينتش موجز الأخبار من التلفزيون المصري أعلم بكم وجه رئيس عبدالفتاح السيسي بالاستمرار في توفير كافة عناصر النجاح لمشروعات استصلاح الأراضي بالتوازي مع حوكمة الإدارة والتشغيل بهدف تحقيق الطاقة الإنتاجية القصو المخططة وذلك كمبدأ إنعام أساسي لجميع المشروعات التنموية على مستوى الجمهورية جاء ذلك خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ووزير الكهرباء ومستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني ومدير مشروع مستقبل مصر وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول استعراض الموقف التنفيذي لمشروعات استصلاح الأراضي على مستوى الجمهورية خاصة في إطار الدلتة الجديدة وشرق العوينات وتشكى وصعيد مصر وطلع رئيس سيسي في هذا الإطار على تطورات المراحل الحالية والمستقبلية لمشروع مستقبل مصر في إطار الدلتة الجديدة فضل عن تفاصيل سير العمل بمكونات المشروع من طرق ومحاورة وأبار مياه ومحطات معالجة المياه وشبكة تغذية الكهرباء من خلال محطات كهرباء الدلتة الجديدة حث الرئيس الأوكراني فلوديمي زيلنسكي الأوكرانيين على توخي الحضر هذا الأسبوع مع استعدادهم للاحتفال بعيد استقلالهم وحضر زيلنسكي في كلمة مصورة من هجوم روسي مع استعداد أوكرانيا للاحتفال بعيد الاستقلال وقال زيلنسكي أنه يجب على الأوكرانيين عدم سماح لموسكو بنشر اليأس والخوف بينهم أثناء إحياء ذكرى مروري 31 عاما على الاستقلال عن الحكم السوفيتي أعلن وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو عن بدء الوزارة في إنتاج صواريخ تسيركون فرض الصوتية وقال شويجو في تصريح لقناة روسيا واحد أن الوزارة بدأت في إنتاج صواريخ تسيركون بكميات ضخمة حيث وقعت في منتدى الجيش 20-22 عقودا بقيمة نصف تريليون روبل تقريبا مضيفا أن وزارة الدفاع الروسية ستواصل أيضا إنتاج صواريخ كينجال أنهت القوات الصومالية هجوما شنته حركة الشباب الإرهابية الجمع على فندق في مقديشو وبقيت متخصنة فيه لأكثر من ثلاثين ساعة ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن مسؤول صومالي قوله إن قوات الأمن أنهت الحصار وأسفرت العملية عن قتل المسلحين مضيفا أن الحكومة ستقدم إحاطة إعلامية حول الهجوم هذا ولم يعطي المسؤول أي معلومات حول الحصيلة الإجمالية لضخايا الهجوم أو حول حصيلة قتل حركة الشباب الإرهابية أعلنت وزارة الصحة الكوبية تسجيل أول حالة إصابة بجدر القردة في البلاد بعد تأكيد إصابة سائح إيطالي وقالت الوزارة إن المريض وصل إلى كوبا الأثنين ونقل إلى المستشفى بعد ثلاثة أيام من وصوله وحالته حرج وحياته في خطر وأضافت أن المريض ساءت حالته بعدما شعر بتوعك الأربعاء وبحلول الخميس تم نقله إلى مستشفى لتلقي علاج مكثف حيث أصيب بنوبة قلبية تعاف منها وأكدت الوزارة أنها ستفرض إجراءات للتعامل مع مرض جدر القردة نهاية مونجزة الثمنة نعود لاستكمال باقي فقرات صباح خير يا ماصر بعض الفاصل